حدثنا يعقوب قال حدثني أبي عن أبن إسحاق قال فحدثني عبد الله بن عمر بن ضمرة الفزاري عن عبد الله بن أبي سليط عن أبيه أبي سليط قال أتانا نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل لحوم الحمر الإنسية والقدور تفور بها فكفأناها على وجوهها حدثنا عبد الله بن محمد بن أبي شيبة قال عبد الله وسمعت أنا من ابن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير عن محمد بن إسحاق عن عبد الله بن عمر بن ضمرة الفزاري عن عبد الله بن أبي سليط عن أبيه أبي سليط وكان بديريا قال أتانا نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر ونحن بخيبر فكفأناها وإنا لا جياع